خلينا أقول لك أن المعسكر كله كان فيه يعني المشاهد كلها بتؤكد أن فرص الزمالك أكتر من فرص الأهل في المكسل ليه؟ الأهل ركز على الغيابات، ركز على الكلام في المبررات خلينا أقول لك كولر نفسه كان بيتعامل مع مباراة الزمالك أن هي مش أهم من مباراة ما زمبي يعني حتى كان فيه خلاف ما بينه ما بين الكابتن سامي ومصان على التشكيل لما تعرف التشكيل كابتن سامي ومصان كان عنده اعتراض على بعض الأسماء أبرزها كريم ندفيد مودست، عمر كمال قدام محمد هاني أنت بتلعب اتنين باكين فبتدمر الجبهة في الوقت اللي احنا عندنا فيه أجنحة هجومية فاتقال نصا أنا تركيزي مش مباراة الزمالك فقط مباراة الزمالك مباراة عادية في الدوري بثلاث نقاط زيها زي أي مباراة تركيزي كله في مباراة ما زمبي فأنا مش هلعب بالقوة الضربة اللي موجودة عندي وأروح مباراة ما زمبي مجهد وبالتالي تعرض لهزيمة ثقيلة في الوقت ده من الموسم في مباراتين مهمتين فأنا مباراة ما زمبي هي الأهم بالنسبالي في المشوار في الوقت الحالي عن مباراة الزبالك وده اللي قاله لما رجع مباراة الملعب التتش كان متدايق جداً الراجل قال كلمة اين في القوضة جماعة احنا خلاص صفحة اتقفلت نركز عن دلم قدشين ما زمبي يلا مع السلام بدك كلمتين اللي قاله من بارح فيه بس هو قال ما قالش خير دول بس هم دولك كلمتين عظيم